موسيقى لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صد الأقلام حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية ونبدأ من أهم العنوين في موقع الهيئة نت مسلحون يغتالون محامية بهجوم مسلح شرق بغداد في صحيفة البصائر البصرة الأمطار تغريق خيام أكثر من 200 عراقي غمرت السيول منازلهم شمالية المحافظة في موقع كتابات الموت يخطف 97 طفلا من أبناء البصرة في أقل من عام في الجزيرة نت النيابة العامة تحقق مع البشير بتهمة غسيل الأموال وحيازة مبالغ ضخمة في العربي الجديد باكستان تتهم إيران باحتضان مراكز إيواء وتدريب الانفصاليين لبلوش في صحيفة القدس العربي الصحة العالمية ارتفاع حصيل قتل المعارك في طرابلوس إلى 220 وفي صحيفة العرب اللندنية الحكومة اللبنانية تقترب من مغامرة خفض الأجور السلام عليكم قامت العملية السياسية في العراق على كثير من البدع التي أدخلها أصحاب القرار السياسي للفوز بمغانم السلطة والإبقاء على أنفسهم متربعين على عرشها تاركين الجماهير تصدق كذبة الانتخابات التي يحرفون نتائجها إذا لم تأتي بما تشتهي مصالحهم الحزبية فلجأوا إلى تقسيم السلطة إلى تقسيمات طائفية ومناطقية مخترعين رموزا سياسية لا تستطيع الجماهير الخلاص منها إلا بنسف هذا البناء الذي أقامه أصحاب المصالح فغابت الأغلبية عن الحكم وسادت الطائفية والفساد والإرهاب جاءت انتخابات عام 2018 وكنا نتوقع إرساء للمفاهيم الديمقراطية وترسيخا للمبادئ الدستورية خاصة وأننا رأينا تغييرا في الشعارات الانتخابية ورغبة ملحة من الجميع في الخروج بكتلة وطنية لها القدرة على تشكيل حكومة تعيد بناء العراق وتصلح ما تحطم من بنيانه خلال السنوات الماضية فكانت شعارات البناء تلامس أسمعهم والرغبة بالإصلاح أملهم المنشود ولم تدري الجماهير أن هناك بئابا سياسية متربصة تحت عنوين براقة وشعارات مقدسة ليس لها هدف سوى الاستئثار بالسلطة فكان الإصلاح رمادا يدر في العيون والبناء سرابا لم يدرك أحد كنا نأمل خلال هذه السنة أن تترسخ التجربة الديمقراطية عند أصحاب الشأن السياسي وأن نشاهد كتلتين إحدهما حاكمة والأخرى معارضة بدلا من التزاحم على مناصب السلطة وتقاسمها في الغرف المغلقة والتي يبدو أن البعض سائرون لفتح جديد فيها يضيف الكاتب قارب عام على عمر الحكومة الجديدة ولم نعرف إلى الآن ما هي الكتلة التي شكلت الحكومة في بدعة أخرى مخالفة للدستور تم فيها تقاسم السلطة بين تحالفين نصر والبناء لتنفرد فيما بعد كتلتاء الفتح وسائرون بالاستئثار بالوزارات والمناصب الحكومية المهمة في الدولة وكالعادة في كل دورة ما زالت وزارتاء الداخلية والدفاع شاغرتين وكأن هذه البدعة أصبحت عرفاً تسير عليه الحكومات المتعاقبة بينما البرلمان العراقي إلى الآن لم ينتهي من تسمية لجانه البرلمانية والصراع ما زال على أشده من أجل الضفر برئاستها يشتد الجدل في هذه الآونة بشأن الدور الذي تؤديه اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية واتهامها بالفساد وعدم قدرتها على الوصول إلى أهدافها من جهة من جهة عدم تحقيق إنجاز حقيقي منذ دورة الألعاب الأولمبية التي جرت في روما عام 1960 عندما فاز الرباع البصري خالد الذكر عبدالواحد عزيز بالميدالة البرونزية في وزنه المتحاملون على اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية يصبون جام غضبهم على المكتب التنفيذي للجنة ولا يشيرون إلى أي اتحاد رياضي منضوي تحت لواء اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بالسلب في تغييب عجيب للحقيقة عن الصراح حول اللجنة الأولمبية كتب عبدالحكيم مصطفى في صحيفة الزمان العراقية الفساد منتشر في الجسد الرياضي كله ولا يمكن ليزارة الشباب والرياضة ولا للجنة الأولمبية الوطنية العراقية ولا للجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي أن تغير الواقع الرياضي الراغن نتيجة الفوضى العارمة التي تعيشها الأندية التي تعد مراكز الانتاج الرياضي الرئيسة في البلاد لن يفتح المسؤول الرياضي ملف الأندية لأنه يعرف على وجه اليقين أنه أصل الداء الأندية الرياضية لا تنتج أحياناً رياضيين ومدربين غير كفؤين وحسب وإنما تقدم لنا بين فترة زمنية وأخرى إداريين يفتقرون إلى الكثير من المؤهلات العلمية والعملية في المجال الرياضي والذين يشكلون في خطوة لاحقة نواة الاتحاد الرياضي إداريون يستغلون الديمقراطية عبر الانتخابات ويفرضون أنفسهم على الواقع الرياضي على الضد من رغبة الرياضي يضيف الكاتب الرياضي الوطني النظيف يتطلع إلى انتهاء الأزمة الإدارية التي يعيشها الوسط الرياضي منذ أسابيع عديدة وذلك بتقديم المصلحة الرياضية العليا على المصلحة الخاصة الحل المؤكد ليس في إلقاء اللوم كله على المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية ولا في قانونها المنتظر وإنما في فتح صفحة جديدة تتولى كتابتها نخبة من الكفاءات الرياضية المتمرسة في الإدارة والتدريب الرياضي صفحة جديدة تبدأ بالناد الرياضي وتعمل على تنظيفه من الإداريين والمدربين والرياضيين غير الكفؤين وفي خطوة الخطوة المكملة الثانية تبدأ عملية التقويم لتشمل الاتحادات الرياضية وتنتهي العملية التقويمية في اللجنة الأولمبية عبد المهدي يقرأ الظرف العراقي الحالي وفق مسؤوليته أمام الشعب العراقي وعليه تقديم إجابات عملية لتجاوز أزمات العراق المتعددة والمتشابكة اقتصاديا وأمنيا وسياسيا ونتيجة خلفية الاقتصادية فالأرقام التي بين يديه تشير إلى عجز كبير ومديونية عالية تصل إلى قرابة 100 مليار دولار وأمامه ملف النازحين وإعمار مدنهم المخربة وهناك حاجة ماسة إلى الطاقة والكهرباء التي لم تحل أزمتها رغم ما صرف عليها خلال سنوات الخمس عشرة الماضية مليارات الدولارات التي ابتلعتها حيتان السرقة والفساد عبد المهدي متيقن من أن إيران المتغلغلة داخل العراق لم تقدم لشعبه عونا والمثال ليس بعيدا في قطع الكهرباء عن مدينة البصرة الصيف الماضي بسبب تأخر العراق عن تسديد المستحقات عن العلاقات الإقليمية وخاصة إيران وسعودية مع العراق كتب ماجد أسام الرائي في صحيفة العرب اللندنية لا شك أن أي رئيس حكومة في بغداد يحتاج إلى قوة إرادة يستمدها من ضميره الوطني ومن الشعب العراقي لكي يواجه حملات التشويش والتشويه لعلاقة الرياض ببغداد ولم تمر ساعات على زيارة عبد المهدي للسعودية حتى انطلقت أصوات التشقيك ونبش الماضي من قبل برلمانيين ينتمون إلى كتل شيعية موالية لطهران حيث طلب رئيس كتلة منظمة بدر بضرورة حسم نوايا الجانب السعودي للعراق بما ارتكبته بحق الشعب العراقي وأن يكون حسن النية على أرض الواقع مثل هذه التصريحات تحاول وضع العصي أمام أية خطوة تخدم شعب العراق فماذا حصل بين العراق والسعودية بعد العام 2003؟ ألم تحدث حرب طاحنة بين العراق وإيران؟ راح ضحيتها أكثر من مليون قتيل والآن العلاقات مزدهرة بين البلدين؟ ثم هل أن العراقات بين الدول وفق مصالح طرف دون آخر؟ القوى السياسية الموالية لإيران في أزمة حقيقية ولم يعد بمقدورها التغطية على حجم الأضرار التي لحقت بالعراق خلال الخمسة عشر عاما الماضية ولقد جربت إيران طيلة هذه السنوات العجاف على العراقيين فنهبت أموالهم وفككت وسرقت مصانعهم ودمرت مزارعهم ولم تسمح لأي فرصة تنموية يمكن أن تنازع بضائعها فلماذا لا تعطى الفرصة للحل الصحيح بالانفتاح بقوة على الدول العربية وفي مقدمتها السعودية؟ عادل عبد المهدي لا يستطيع إغماض عيني حول التطورات المتسارعة في إجراءات واشنطن العقابية ضد طهران ثار الجدل أخيرا في العراق مع دعوات في مجلس النواب الاعتماد نشيد وطني جديد بدلا من موطني الذي اختير بعد احتلال العراق عام 2003 فقد تم ترشيح شودت سلام عليك على رافديك عراق القيم التي لحنها كاظم الساهر وكتب كلماتها أسعد لغريري لتكون نشيدا وطنيا جديدا لكن القضية تحولت بسرعة إلى منازلة سياسية بين تيارات مختلفة فشعبية الساهر وكونه من رموز قليلة تحظى بعجاب وشبه إجماع من العراقيين لم تكن كافية فبينما أطلق فكرة اعتماد نشيده ودعمها تيار الزعيم الشيعي مقدد الصدر الذي يضم أكبر كتلة نيابية وكان هناك ترحيب أولي من آخرين جاء الهجوم على المبادرة سريعة وقاسيا من أوساط سياسية وإعلامية معروفة بخصومتها مع الصدر في الوسط الشيعي السياسي عن النشيد الوطني العراقي وخلاف الكتل السياسي عليه كتب رافد جبوري في صحيفة العربي الجديد ويكشف موضوع النشيد الوطني في العراق وتاريخه والجدل بشأنه تناقضات كثيرة في القيم وفي مفاهيم الهوية والصراع عليها وكذلك الصراع على القوة والنقوذ السياسي في الحاضر والماضي أهم المفارقات أن من اختار نشيد موطني لمؤلفه الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان وملحنه اللبناني محمد فليفل هو الحاكم الأمريكي للعراق بعد احتلاله بول بريمر والذي وجه ضربات قاسية للدولة والمجتمع في العراق خصوصا في قراريه حل الجيش السابق واجتثاث حزب البعث ولم يكن يعرف شيئا عن السياق التاريخي والبعد القومي لنشيد موطني وارتباطه بالقضية الفلسطينية لكنه اختاره بعد أن أعجب باللحن عندما عزفته الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية في حفل اللفع في الأسابيع الأولى التي تلت الغزو لم تكن سلطة بريمر شبه المطلقة وحدها التي أدت إلى تبني العراقيين موطني فقد كان هذا النشيد موجودا في الثقافة العراقية التي تنتسب للثقافة العربية الأكبر وتبقى اللغة العربية والثقافة العربية المشتركة جزءا عصيبا حتى على عتات الإقليميين في العراق ويضيف الكاتب لعل خلافاتهم الحالية لن تمكنهم من تغيير النشيد ولعل ذلك هو الأفضل للهوية العراقية التي ما زالت تبحث عن نفسها في العراق فشيء من التمسك بالماضي البعيد أفضل من بدء جديد بلا إجماع لا يجلب سوى مزيد من الخلاف والتشتت قبل عدة سابيع تقلت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة التابعة لحركة حماس أمين عام الحركة حركة الصابرين هشام سالم وعددا من قيادي الحركة المدعومة من وزارة الأمن الإيرانية اعتقال سالم ورفاقه لم يدوم أكثر من أسبوعين ليطلق بعدها سراحهم بالتزامن مع حل حركة الصابرين ومصادر سلاحها وإغلاق مراكزها والمؤسسات التابعة لها لم يأتي اعتقال هشام سالم وحل حركته بسبب أداء سياسي أو عسكري خاطئ بل بسبب جريمة أخلاقية وشرعية وأمنية ارتكبت حركة الصابرين مؤوم ورائها إيران بحق حركة حماس حيث اكتشفت الأجهزة الأمنية في غزة جاسوسا في مكتب قوى الأمن الداخلي يعمل لصالح هشام سالم وقد تبين أن هذا الجاسوس كان يزو السالم بكل ما تقع عليه يده وعينه وأذنه عن دور إيران في القضية الفلسطينية كتب أواب المصري في موقع عربي واحد وعشرين أصيبت طهران بالارتباك وحاولت التخفيفة من وزر ما قامت به وضغطت لإطلاق سراح هشام سالم ورفاقه فاللق السفير الإيراني في بيروت وفدا من حماس وطلب منه إطلاق سراح سالم وكذلك فعل مسؤولون إيرانيون ولبنانيون الشيعة ليفرج عن هشام سالم بعد أسبوعين ويتم حل الحركة وتسلم سلاحها لم تترك إيران فصيلا فلسطينيا إلا وحاولت التسلل من خلاله أو إحداث شرخ داخل صفوفه حتى حركة حماس لم تسلم منها حيث سعت طهران وما زالت لاستمالة بعض قياداتها وكوادرها البارزة ومحاولة الفصل بين قيادة غزة والضفة الغربية من جانب وقيادة الخارج من جانب آخر وتحاول بناء علاقة مستقلة مع جهات بعينها في الحركة بعيدا عن الجهات الأخرى ومن وراء ظهرها على ذلك يفتح لها كوة تمكنها من التسلل إلى صفوف الحركة وهو ما أخفقت في تحقيقه حتى الآن يقول الكاتب السلوك الإيراني تجاه القضية الفلسطينية مستغرب ومستهجا فمن ناحية ترفع طهران لواء تحرير فلسطين ودعم حركات المقاومة ومن ناحية أخرى تعمل على شق الصف الفلسطيني والتجسس عليه وإحداث اختراقات في صفوفه الشعب الجزائري في اتجاه أن يحقق ذاته لأول مرة في حياته يقوض مقاومة سلمية يستلم فيها السلطة ويقرر بها مصيره ومصير النظام القائم الذي استغله لعقود طويلة من الاستقلال الوطني في ظل النظام السلطوي كان الشعب مجرد كتلة بشرية دهماء توقع عبر الانتخابات الموافقة على مرشح السلطة والموالين لها فقد كان الشعب مفهوما يراد به تسويغ وجود الدولة كما تقتضيها الشرعية الدولية أما في ظل الحراك الشعبي السلمي والمسالم فإن مفهوم السلطة يتغير تماما ليصبح معبرا فعلا عن إرادة الشعب في أرقى مستوياته أي الهيئة الاجتماعية التي تملك زمام نفسها وتقرر مصيرها بنفسها عن إرادة شعب الجزائر كتب نور الدين ثنيو في صحيفة القدس العربي عندما يكون الوعي السياسي في أرقى حالته أي كحالة لجماعة مكتملة التكوين بخاصية جوهرية كونها مصدر السلطة بإمكانها أن تصنع الواقعة في الآن وتقرر مصيرها في المآل فالوعي المحكم للشعب هو ما بدأ يظهر في حراك الجزائرين في الميادين والساحات العامة فلأول مرة تتجلى فكرة العمومية ليس في تعبيرها عن مجال الدولة ومؤسساتها بل فيما هو أرقى وأوضح الشعب مرجع أخير للسلطة فالقوة السياسية الأولى هي الشعب الذي حقق ذاته ويأمل في أن يحقق مؤسساته بشكل مباشر ويصبح هو المسؤول عنها مسؤولية كاملة وبالقدر الذي يجب فيه أن لا يتخلى عنها وعليه فالحقيقة التي وفرها مشهد الحراك الشعبي في الجزائر هي أن الشعب مصدر السلطة فهو يمتلك السلطة السياسية المطلقة التي بها يقرر طريقة المرور إلى المجال القانوني والمؤسساتي إن شعب في حراكه السلمي وليس الحربي أو الثوري يؤدي وظيفة سياسية بامتياز في لحظة زمنية مكثفة بعبر التاريخ ودروسه فوظيفته أعلى من السلطات التقليدية المعروفة التشريعية والقضائية والتنفيذية فإرادة الشعب أوسع من أن تضيق بها السلطات الثلاث بل هو الذي يقرر ما سوف تكون عليه مؤسسات الدولة بعد عصر الحراك إرادة الشعب لحظة تتسع للعفو وسعة الصدر والسماحة والمغفرة وتسوية الأزمة بمفردات من قاموس السلم والمسالمة وهنا بالضبط تجد مقولة العفو عند المقدرة التي لا توفرها أي لحظة إلى لحظة وجود ممارسة الشعب لسلطته فعلا هيمنت مأساة المهاجرين على جوائز الصورة الفوتوغرافية لهذا العام وورد بريس بوتو حيث نال الجائزة الأولى المصور جوم مور عن صورة تظهر الطفلة الهندراسية يانيلا سانشيز وهي تنتحب بينما يقوم حرس الحدود الأمريكيون باعتقالها ووالدتها ساندرا قرب بلدة مكالين في ولاية تاكساس في الولايات المتحدة والتقطة الصورة في يونيو عام 2018 كان عنوانها طفلة تنتحب عند الحدود وذلك في سباق تنافس فيه أكثر من 4738 مصورا شاركوا بأكثر من 78 ألف صورة هذا الأسبوع وفي فئة أخرى من المسابقة فاز المصور بيترتين هوبن المقيم في السويد بجائزة أفضل صورة صحفية للعام لسلسلة الصور التي التقطها تحت عنوان قافلة المهاجرين وفي تصنيف القضايا الراهنة صورة مؤثرة بعدسة عنايات أسدي للاجئين أفغان ينتظرون دورهم لعبور الحدود إلى إيران يقول الفيزيائيون في جامعة الزيورغ في سويسرا أنهم ابتكروا جهازا تجريبيا له القدرة على تحويل الماء المغلي إلى جليد دون استخدام أي طاقة ودون خرق لقوانين الديناميكا الحرارية ورغم أن اكتشافهم يبدو أنه سحر ديناميكي حراري فإن الباحثين قالوا إنه من الممكن تحقيق هذه النتائج دون تحطيم أي من القوانين الأساسية للكون ومع أن القانون الثاني للديناميكا الحرارية يقول إن الحرارة يمكن أن تنتقل من جسم أتفى إلى جسم أبرد وليس العكس فإنه بفضل جهاز شائع في الثلاجات الصغيرة في الفنادق معروف باسم عنصر بلاتير أظهر فريق العلماء السويسريين لأول مرة أنه يمكن تبريد جسم ما بدرجة حرارة أقل بكثير من درجة حرارة الغرفة دون طاقة خارجية الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر